نروح بقى على مقارة جريدة في البوابة نيوز وزميلة العزيزة ماري ساميح عفواً اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة واللي من ضمنها الخبر اللي كنا نتكلم عنه من شوية أنا ونهواند إقالة 25% من إجمالي مدربي الفريمير ليج صباح الفل عليك يا ماري متفضل صباح الخير عليك يا كريم بصبح لك يا نهواند و بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة البوابة نيوز طبعاً زي ما انت قلت يا كريم الخبر هيبق معنا ولكن هنختتم بي جولتنا الصحفية ولكن خلينا في الأول نقول أنه ومازالت أصداء يعني يقفوز النادي الأهلي بخماسية على نادي زمالك لسه بتعتلي كل عنوين الصحف المحلية وخاصة اليوم السابع الحقيقة أنه هو أبرز تقرير يعني رائع جداً بيتكلم عن أن شهر نوفمبر هو شهر النادي الأهلي وانصارات النادي الأهلي خاصة على المستوى الافريقي فخلينا في البداية نبدأ بهذا العنوان من موقع اليوم السابع سويت نوفمبر سبع أحداث سعيدة يزفها شهر 11 للأهلوية سبع أحداث الحقيقة سعيدة يعني خلال شهر نوفمبر اكتملت بخماسية النادي الأهلي أمام نادي الزمالك واللي طبعاً أقيمت يوم الجمعة الماضية ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام ده طبعاً يعني كل الناس فرجت عليها وكل الناس كانت سعيدة قد إيه يعني كانت مباراة قوية جداً وقد فيها لعاب النادي الأهلي مباراة أكثر من رائعة الحقيقة أن يعني قبل اكتمال هذه المسيرة في شهر نوفمبر كان فيه ست أحداث وكلها قرية من أصل أو يعني ست بطولات من أصل عشر بطولات يعني فاز بيها النادي الأهلي في إفريقيا وتحديداً دوري أبطال إفريقيا رصدها التقرير التالي في عشر نوفمبر بطولة إفريقيا 2013 أمام أورلاندو بايرتز طبعاً انتهى لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل واحد واحد ونجح طبعاً المارد الأحمر في الفوز بموقعة الإياب بملعب المؤولين بنتيجة 2-0 وتوق طبعاً وقتها الأهلي بلقبه الثامن كمان في 11 نوفمبر بطولة إفريقيا 2006 أمام الصفاقسي التنسي برادس و12 نوفمبر بطولة إفريقيا 2005 أمام النجم و16 نوفمبر بطولة إفريقيا 2008 أمام القطن و17 نوفمبر بطولة إفريقيا 2012 أمام الترجي وطبعاً أخيراً القضية ممكن 27 نوفمبر 2020 كان تتويج النادي الأهلي بلقبه التاسع بدوري أبطال إفريقيا طبعاً يعني بهدف أفشا ويل اشتهر بالقضية ممكن من صحيفة الشرق الأوسط وستهام يلحق بليفر بول الهزيمة الأولى ويزيح من المركز الثالث وأرسنال يواصل صحوته ضرب وستهام عصفورين بحجر واحد بإلحقه الهزيمة الأولى بمنافسه ليفر بول هذا الموسم وأيضاً زاحته من المركز الثالث إثر انتصاره عليه أمس بنتيجة 3-2 في المرحلة الحديث عشر دوري الإنجليزي واللي شاهدت طبعاً مواصلة أرسنال نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة بالفوزع الصعب على واتفرد 1-0 فيما تعثر توتنام في أول مباراة بإشراف الإيطالي كونتي محلياً بالتعادل السلبي مع أفرتون كما تعادل لستر سيتي مع ليدز بنتيجة 1-1 وعلى ملعب لندن سقط ليفر بول أمام وستام بثلاثية يتحملها الحارس البروزيلي أليسون بيكر طبعاً وتحمل هدفين منهم الحقيقة يعني خلينا نكون صراحة أنه الهدفين كانوا واضحين جداً أنه هو بيتحمل نتجتهم كاملة وتقدم وستام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني بينما تراجع ليفر بول للمركز الرابع برصيد 22 نقطة ومن الرياضية يا كريم العنوان اللي أنت يعني تطرقت إليه قالت 25% من مدربي البريمير ليج بعد 11 جولة وسميث آخر الراحلين ارتفع عدد المدربين المقالين في الدوري الإنجليزي إلى 5% بمعدل 25% بعد مرور 11 جولة من عمر البريمير ليج وبدأ مسلسل طبعاً الإقالات مع نهاية الجولة السبعة بأعفاء نادي واتفرد تشيسكو مونز المدرب الإسباني على الرغم من نجاحه في قيادة الفريق إلى البريمير ليج وتواصلت هذه الإقالات بعد الجولة التمنى عندما انتهى يعني نادي نيو كاسل أو أنها تعاقده مع الإنجليزي ستيف بروس بالتراضي بسبب سوء النتائج وأصبح البرتغالي نونو سانتو الضحية الثالثة بعفائه من تدريب توتنام بعد الخسارة أمام منشستر يونيتد بنتيجة 3-0 ضمن الجولة العشرة وكمان يعني وبنهاية الجولة الـ 11 التي اختتمت أمس أقيل الألماني دانيل فاركب مدرب فريق نورويتش سيتي وبعد الإنجليزي دان سميث آخر المقالين بعد إعلان نادي أستو نافيلا الاستغناء عن خدماته بعد الخسارة أمام ساوتامتن التي تعد الخمسة على التوالي وأخيرا من روسيا اليوم بسبب ماسي سانجرما يطالب الفيفا بتعديل قواعده أبدأ باريس سانجرما استياءه من قواعد الفيفا واللي بتكبر الأندية على السماح للعبيها بالصفر للمشاركة مع منتخبات بلدانهم رغم عدم تعفيهم من الإصابات اللي بيعانوا منها واعتارت طبعا المدير الفني لباريس سانجرما البروزيلي ليوناردو على استدعاء ثنائي الفريق ماسي وباردس لصفوف منتخب الأرجنتين هذا الشهر رغم الإصابة والغياب عن الفريق يعني خلال الفترة الأخيرة وانضم ماسي وباردس لمعسكر منتخب الأرجنتين استعدادا لمبارتين رجوي والبروزيل والمقررتين يوم أو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ده طبعا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 دي كانت جولتنا الصحفية في أبرز العنوين الصدرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر البوابة نيوز بشكركم جدا الكلمة ليكم مرة أخرى نحن من الشهور الجزيرة شكرا جزيلا لمريم سميح ومن إبراهيم على هذه التخطيات المتميزة ترجمة نانسي قنقر